اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج شعاع نور البرنامج اللي بينور لي وليك وليك في طريق مسيرتنا في حياتنا مع ربنا بنكتشف اكتشافات جديدة بنعرف شخص جديد وبنتقابل مع المسيح مصدر النور هو اللي قال عن نفسه انا هو نور العالم المرأة لها قيمة نص المجتمع نقصة عقل ام نقصة دين من هي المرأة شفه ازاي المسيح حلقة تفيد الرجالة وتفيد السيدات حلقة تفيد الكل يلا بينا نشوفه بيتعامل ازاي مع نص المجتمع في سلسلة احدثنا عن الشخص العظيم الحلو ده الابرع جمالا من بني البشر اللي انسكبت النعمة على شفته اللي حلقه حلاوة وكله مشتهيات تعالوا نشوفه ازاي كان بيبص النص المجتمع بص للمرأة ازاي اتعامل معها بأني طريقة في ناس من الفرسيين اللي هم اليهود المتزمتين كل يوم الصبح يصبح الصبح بيصر ربني يقوله اللهم اشكرك انك خلقتني يهوديا لا امميا حرا لا عبدا رجلا لا امرأة يعني الحمد لله الحمد لله ان اطلعت راجل مش بعد الشر اطلعت ست هل دي كانت نظرة المسيح للمرأة المرأة اللي تكلم عنها المرأة اللي حبها وقبلها سواء كانت خطية ماذا رأى المسيح في المرأة هي المرأة الاولى في الكتاب المقدس هي العدرة مريم ام الرب يسوع يحكي الكتاب عن علاقة المسيح بالعدرة مريم انه في لقى اتنين كان خاضعا خاضعا لامه العدرة مريم خضع برغم انه هو اللي بتخضع له الملائكة لكن على مستوى الجسد كان نموذج كامل وسامي في علاقته بالمرأة لكن كمان في وقت الصليب في قصة الالم في يحنى 19 اهتم بيها سأل عليها وده درس مهم لكل شخص مهما كانت مجغولياته مهما كانت ظروفه مهما كانت الضغطات في الحياة مش بس في عيد الام يهتم بامه لكن كمان المسيح في ضيقه وفي ألمه وفي معاناته كان يهتم بالعدرة مريم حقيقة المسيح شفى رجالة كتير أعاوز أقولك ليه بقول الكلام ده عشان يحصل يحصل إشعاع نور جديد في قلبي وإشعاع نور يغير طريق التفكير الراجل مش سوبيريور عن المرأة والمرأة مش أقل من الراجل لا لكن في المسيحية عندنا ليس بعد ذكر ولا أنسة الجميع واحد في المسيح ولعل الانتياز الجميل الحلو اللي محتاجين ناخد بنا منه أنه ربنا خلق الأول الجماد ثم في روعة حكمته في خلقته خلق النبات الحي الذي لا يتحرك ثم خلق الحيوان الحي الذي يتحرك دون أن يكون له نفس عقل الإنسان ثم خلق الذكر خلق آدم ثم على قمة هذا التاج العظيم خلق المرأة فالمرأة لم تخلق للمتعة فقط والمرأة لم تخلق من ضلع أعوج لكن الله لما خلق حوى إدى الآدم بنج مخدر عشان ما يصحاش من نوم وقال له يا شيخة تعبتيني عشان تخرجي مني لا لكن خلقها من دلو مخدر وخلقها من جنبه ما خلقهاش من رأسه عشان تتسيد عليه ولا خلقها من رجله عشان خاطر يتسيد هو عليها لكن خلقها من جنبه عشان تكون معينة نظيره ولما اتخلق تحوى يقول الكتاب وراء الله أن كل ما عمل إذ هو حسن جدا ما أعظمك يا رب ما أعظمك يا رب المسيح رائع في نظرته للمرأة يا أختي لو أنت مرأة مهمشة في المجتمع لو جوزك مش مديك قيمة لو بتبزلي مجهود كبير في شغلك وفي تربية الأولاد والاهتمام بالبيت وعندك اهتمامات كتيرة 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 بس حس في مجتمعك أنك أقل من الراجل في واحد النهاردة اسمه يسوع المسيح يقدر يجعل حياتك معنا أنت في نظره معززة ومكرمة بينما شفى المسيح رجال كثيرين شفى أربع أولا شفى حماد بطرس أقام ابنة ييروس وشفى نازفة الدم وشفى المرأة المنحنية حماد بطرس كانت عندها حمى شديدة وقف فوق منها بجانبها على السرير وحط إيده عليها ففي الحال شفيت مسيح يشفي الرجالة وكمان يشفي السيدات أقام رجال زي أقام ابن أرمالة نايين وأقام لعازر وأيضا أقام المسيح ابنة ييروس لكن المرأة التالتة اللي شفاها المسيح كانت نازفة الدم عجيبة نازفة الدم لي أحدت يا مسكينة 12 سنة تنزف ونازفة الدم في نظر المجتمع اليهودي امرأة نجسة وكانت بتفخط قواها عندها أنيميا ضعيفة مش قادر تبز المجهود وكانت أنفقت معيشتها على الأطباء ولم تستفد شيئا وياما ستات كتيرة ورجالة كتيرة عندهم نزيف كتير في حياتهم نزيف في مشاعرهم نزيف في عواطفهم نزيف في محبتهم نزيف في أموالهم في فاقد كتير في العمر لكن هذا الفاقد يجي المسيح ويحوله يقول كتاب لمسته قالت لو لمست سوبه في الحال هطهر وفعلا شفاها المسيح أيضا نازفة الدم لكن كمان المرأة المنحنية يحكي الكتاب عن امرأة منحنية تسأل داود قديما وقال لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنينا فيا ترجي الرب لأني بعد أحمده نفسه منحنية بص بص زي عاملة زي نمرأتنين كده بص الأرض مسنودة على عكاس لو شاد العكاس تقع تتكسر يقول الكتاب حاجة جميلة أوي وضع يديه عليها فاستقامت حط يده عليها امتلكها لما حط يده عليها اتغير حالها وضايرة أيامها خليه حط يده عليك النهاردة قل له حط يدك علي يا رب انت حطيت المرأة المنحنية كانت مسنودة على العكاس ما بقتش محتاجة العكاس كان كل نظرتها للأرض لكن اتغير حالها وبدأت تبص الفوق أول وأبرع شخص شفته كان هو المسيح الأبرع جمالا من بني البشر المسيح بيحب الرجالة بيحب الستات بيحب الكبير بيحب الصغير بيحب المحتقر من المجتمع بيحب اللي مالوش حد بيحب اللي عنده مركز وكمان بيحبك وبيحبك جيها على شعنك المسيح نظرته للمرأة نظرة مختلفة تعالوا بينا ناخد فاصل سريع ونرجع بسرعة نكمل ونشوف المسيح عمل ايه مع المرأة سعى عمي أهلا بيك مجددا عزيز المشاهد كنا بنتكلم في بداية الحلقة وده موضوع حلقتنا النهاردة عن المسيح والعلقته بالمرأة في كل قداسة وفي كل رفعة وفي كل سمو ما أعظم هذا الشخص حرر سيدات كثيرات وتعامل بكل الحب مع الجميع الحب الطاهر المليام بالقداسة لا ليأخذ لكن ليعطي ويهم قبل الفصل كنا بنتكلم عن أديية المسيح في روعته اهتم بالمرأة وشفى سيدات كثيرات لكن كمان المرأة كان لها دور في العطاء الكتاب يحكي لنا في لؤة 8 ثلاثة يأن امرأة خوزي وكيل هيرودس وسوسنة وأخر كثيرات كنا يخدمناه من أموالهن كانوا يهتموا بأنه يقدموا له كثير لأنه من يده وأعطيناه ما أعظم هذا الشخص ابل عطياهم واهتموا به وما قال لاش أنت امرأة لاقصة ما قدرش أخذ منك يلا مع السلامة لا لكن ادالها إيمة وقال لها أنا هأبل عطيتك لكن كمان كان فيه أمثلة عن رجاله آه فيه أمثلة عن رجاله المسيح اهتم بيهم وسأل عليهم زي مثلا قال خرج الزارع ليزرع أمثلة كثيرة الرجال وكمان فيه أمثلة لسيدات المسيح قال أربع أمثلة عن سيدات المثل الأول عن المرأة صاحبة الدرهم المفقود كان فيه واحدة ستة عندها درهم وقع منها ضاع تدت تهتم بيه وسألت عليه وفتشت في كل مكان لحد ما لقيته والمسيح مدعها العزارة الحكيمات والعزارة الجاهلات في بعض الناس يقولوا المسيح دخل العريس وأغلق الباب لا 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 خلي بالك أغلق الباب دي معناها نهاية العمر ونهاية الأيام معناها الموت والموت لكن مش أغلق لأنه لو كان بيفكر بطريقة ناجسة ما كان خد العشر على بعض مسأل آخر هو مسأل المرأة وقاضي الظلم امتدح المسيح لأنها كانت امرأة مظلومة وفي قاضي ظالم والمسيح استخدم المرأة في مثله والمرأة وصاحبة الفلسين المرأة الفقيرة صاحبة الفلسين المسيح بيحب كل إنسان وبيضرب أمثلة كمان عن سيدان لكن كمان المسيح إبل توبة الرجالة إبل توبة العشار في المسأل بتاعه إبل توبة زكا إبل توبة بطرس إبل توبة يهوزة ولكن في كمان إبل السيدات إبل المرأة الخطية في بيت الفلسين في لقاء سبعة إبل المرأة التي أمسكت في زينة إبل المرأة السامرية يا سلام رب إبل كل دولة إبل المرأة اللي عندي الفلسين كنتكلمنا عليها في حلقة ماضية إن راحت عندي رجلية وإبلته مالاش أمشي أنت إمرأة إبعادي عني وقفت عند الحتة دي وروح قفلت الكتاب كان بيرى الإنجيل لأول مرة قال أنا عادت أفكر 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 هيعمل إيه الشخص ده تحط في موقف محرك الحقيقة موقف محرك جدا الموقف المحرك إنه لو كان وافق إن المرأة دي تترجم لكان يطبق شريعة موسى لكن ما كانش بيرحيم ولو قال المرأة دي يلا مع السلامة سمحوها كان بيرحيم وكان نقصر للوصية وبيحكي للقاضي ده المحامي ده وبيقول لي عدت ثلاث أسابيع مش عارف أحل المشكلة دية إزاي في الآخر فتحت الكتاب لقيته عمل شيء في منتهى منتهى الروعة قال يا ناس من كان منكم بلا قطية فليرمها بأول حجر وابتدأ يقف على جنب وعلى الرملة يكتب خطايا الناس المسيح ده رائع قوي المسيح ده رائع قوي إيه رأيك لما جه يكتب اسمك يقول كتاب أصوارك أمامي دائما قد نقشتك على كفي يعني يلقش اسمي على كفه لكن يوم ما يجي يكتب خطيتي يكتب على الرملة يكتب على الرملة عشان الرملة أي حد وبسرعة يمسحها وخطيانا وتعدياتنا لا يعود يذكرها فيما بعد ما أعظمك يا رب ما أعظمك يا رب صدقوني شخص رائع هنيالك لو كنت بتعرفه هنيالك لو خدت نصيبك وصديقك هنيالك لو تمتعت بيه واتمتعت بوضية أيامك معاه أنا بحييك من كل قلبي وبشجعك قوي 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 أنك تاخد نصيبك أعظم نصيب للشعوب وبعدين كل واحد ماسك حجر كبير عاوز يموتها أول ما شوف خطيته في اليوم الفلاني انت زانيت الناس تتخضي كده وياخد بعض ويجري ويجري كل واحد مش يكون للناس ولم يبقى إلا المسيح والمرأة وكأنها بسطله وقالت له أنت قلت حاجة مهمة قوي قلت من كان منكم بلا خطية فليلقيها بأول حجر أنت الوحيد اللي ما عندكش خطية أنت اللي عرفت كل الأسرار أنت الوحدك اللي ممكن ومن حقك أنك أنت ترجم يلا لم كل الحجارة ديت وارجمني بصلها بكل الحب زي ما بيبصلك زي ما بيدور عليك برغم كل اللي عملتين برغم كل اللي بدر منك بيحبك قلبه حني بيدور على الخاطئ ومهتم بكل واحدة وواحد يا امرأة أين هم المشتكون عليك فين اللي بيعوزين يموتوك وارجموك قالت له قالت له لا أحد يا سيد قال لها ولا أنا أدينك ولا أنا كمان هدينك تفضلي بالسلام اذهبي بسلام بس من فضلك لا تعودي تخطئي لا تعودي تخطئي مرأة سامرية كانت امرأة خطية كانت ماشية مع ست رجالة ولم تشبع ولم يسدد أحد منهم احتياجتها لكن لما تقبلت مع المسيح غير حالها هو المسيح اللي بيحب الراجل زي ما بيحب السد ما عندوش السد ونص الراجل وما عندوش إنها مقصة لكن عنده الكل سواسية هو اللي أعلم وقال هذه الكلمات من يصنع مشيئة الله فهو أخي وأختي ما عندوش مشكلة مع الكل والنهاردة بيدور على كل واحد إيه رأيك يا أختي تحب تصلي معي الصلاة دية إيه دع ربنا معايا يا رب أنا بشكرك لأنك بتحبني برغم أن أنا في نظر المجتمع امرأة قد أقول ناقصة عقل أو ناقصة دين لكن أشكرك لأنك لأني في نظرك غالية ولي قيمة حقيقية جيت ليا زي ما جيت للراجل وبني زي ما بتقبل الراجل وكمان تقدر تستخدمني زي ما بتستخدم كل راجل بشكرك وبحبك لأنك بتحبني ولي قيمة في نظرك عزائي المشاهدين إذا كان هو ده صلاتك أو أي صلاة زيها من فضلك ادخل على الويب سايت ارجع تاني للحلقات وراجع كلمة ربنا لحياتك الويب سايت اللي هيظهر على الشاشة والإيميل اللي هيظهر كمان على الشاشة ابعتلي ابعتيني خلونا نتواصل ونتمتع بهذا الشخص العظيم الرائع اللي جاء ليكون لنا حياة وليكون لنا أفضل فيقترب من قلوبنا شعاع نور المسيح وينور كل ظلمة في قلوبنا شعاع 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة